حالا نشوف برضو مشوار منتخب مصر ومنتخب تونس في كاس العرب من خلال يمكن أربع مباراة اللي لعبوهم أربع مباراة المنتخب المصري ومنتخب التونسي فاز في ثلاث مباراة منتخب مصر ما تهزمش منتخب التونسي تهزم مرة واحدة تعادل منتخب مصري مرة المنتخب التونسي ما فيش تعادل لكن الأهداف طبعا الأهداف المنتخب المصري ليه عشر أهداف منتخب تونس ليه تمانية احنا او المنتخب المصري عليها هدفين لكن المنتخب التونسي عليه اربع اهداف تقريبا معدل هدف كل مباراة النقطة اللي انت بتتكلم عليها فيه شوية قصور وفيه شوية اخطاء في الخط الدفاعي فعايز اكلمك تاني على المستوى التكتيكي ممكن كروش يستخدم ده ازاي هل نستغل الاطراف بشكل افضل هل لو بنلعب اربعة تلاتة تلاتة بالشكل المعتاد هل نستغل البكات اكتر من الاجنحة يعني لو عندنا مثلا احمد رفت وعندنا مثلا مصطفى فتحي يخش الجوه افضل ليكون فيه كسافة ويفتحهم ساحة ليه البكين ولا نستغل السرعات ونستغل الكرات العرضية بوجود مثلا مروان حمدي بوجود محمد شريف انت شايف السيناريو الافضل في الحتة الهجومية نشتغلها ازاي السيناريو الافضل يا كابتن انه اولا نلعب بجناحين بس ما نرموش على الخط يعني الجناح ما يبقاش مرمي على الخط ويكون قدر الامكان سناي وسط الملعب او سلاسي وسط الملعب له انا بفضل ان احنا الماتش دمه ضروري جدا فيه افش يبدأ افش ضروري افش يبدأ او ضروري يكون فيه مثلا احمد سيد زيزو قدام السلاية وحمد فتح يعني عشرة تبدأ بعشرة عشرة او زي احمد سيد زيزو تمانية بس دوره الرئيس انه يستلم ويدخل من الخطوط ويدخل منطقة الجزاء لانه احنا محتاجين اولا اجنحتنا ما تدخلش في صراع بدني مع العيب التونس هي القصة كلها مثلا علي معلول لو كان موجود انا متخنى 90% علي معلول مش هيبدأ في الباكليفت فبين حميدة اه مقدم مستوكس في البطولة لحد الان ولكن لو لعبت عليه جناح خبير يبدأ عليه موتش جامد فضوء ان برضو احنا اشدنا بساسي والسليتي والمجبري ولكن العنصر البدني القوي فيه هو حنبع للمجبري فقط انما بقى سليتي دايما قدام وفرجاني ساسي بدنيا مش جاهز دايما انه يصد كل التدخلات من الاجناب فاعتقد انه دور اكرم توفي مع الجناح كان مستوى فتحي احمد سيد زيزو من هنا والنحية التانية احمد دابو الفتوح مع الوينج اللي هي لعبناك وضروري يكون فيه وينج مش محمد شريف وضروري محمد شريف يكون تسعى عادي جدا في الوقت ده لو انت عايز تكسف هجومك من الاطراف ممكن تدي تعليمات لمحمد شريف انه ينزل على اطراف منطقة الجزاء عشان ما تستقبلش كورات عرضية كتيرة ممكن شريف ما يكونش اميز حد فيها خصوصا مع مدافعين تونس اللي بيتنتزوا بطول القامة فاحنا محتاجين الاجناح هتكون قريبة منطقة الجزاء محمد شريف يكون بيلعب تسعة يكون فيه لعيب رابط من خط النص وانت بتكلم على يورجون كلوب وطريقته مع ليبر بور ممكن اه بس انا بأتكلم ان احنا خلاص فرضنا 4-3-3 صحيح مدام فرضنا 4-3-3 نستغلها بأحسن شكل لها خصوصا للطرف اللي قدامك بيقولك قدي عيوب يا حي بتاعنا نحلل لنا وانت برضو يا احمد يعني دي ارقام تحلال فرقتين تمام زي ما تكلمنا عدل الاهداف يمكن احنا لصالحنا عشر اهداف في اربع مباريات صناعة الفرص بالنسبة للمنتخب المصري صنع فرص اكتر من المنتخب التونسي 37 لمقابل 23 الاهداف المتوقعة تقريبا واحد يعني الفرقتين بيقدوا بشكل هجومي متوازن معدل الاستحواز مش هقولك بعيد اول لكن مصر بنسبة 61% مقابل 53% للمنتخب التونسي التمرات ونسبتها متساوية تقريبا بنسبة تمرات صحيحة بنسبة 84% لكل الفرقة التصويبات على المرمى في رقم كويس 76 تصويبا للمنتخب المصري مقابل 62% لكن تاني تلاتين تسعة وعشرين تلاتين تسعة وعشرين ده بيقول ان المنتخب التونسي بتزديداته ناجع عنده ناجعه جميع عنده عنده اه يعني عنده يعني لها افكت اكبر يعني عندها مصرها افضل بشكل كبير جدا العرضيات برضو مهمة جدا ان نعرفها ان المنتخب المصري عمل تسعة وسبعين عرضية منها سبعة 27 صحيحة برضو عشان الناس تفهم انها ما جاتش جون او يعني هو اول واحد لمسها واحد من المنتخب المصري حتى لو كانت يعني ما اثرتش بشكل ايجابي مقابل 56 عرضية للمنتخب التونسي منهم 20 صحيحة الارقام دي تخرجنا من ايه تخرج منها ايه بالزبط قوة المنتخب التونسي في النجاعة التأثير وفي الهجوم من العمق حل مثالي المنتخب التونس والبطولة كلها لحد دلوقتي ان يوسف مساكني او السليتي او لعيبة خط النص يقتحوا منطقة الجزاء ويحدثوا مشكلة زي ماتش الامارات مثلا دخل يوسف المساكني روغ 3 روغهم جون ادها الجزير جون ده يترجم بقى في نص الملعب عندنا ده يترجم في نص الملعب عندنا والمشكلة الاكبر ان دي كانت كارسة في ماتش الاردن ماتش الاردن كان عندنا مشكلة كبيرة في المسافة بين عمر السلوة وحمد فتح والديفنس بتاعنا كله والمسافة دي لو فيها لعيبة بامكانيات كبيرة هنزعل هنتأذي جامد في الوقت ترجمة نانسي قنقر